لصور المعطيات إلى مستقبل اقتصادي بنظرة مستقرة متقدمة في كافة الأصعدة عبارة ابتدى معها البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين بالأكاديمية السلطانية للإدارة سيصنع الفارق في الاقتصاد الوطني في خط متوازن مع الخطط الخمسية والاستراتيجيات الوطنية ورؤية عمان عشرين أربعين فالمشاركون الخمسة والثلاثون يطمحون إلى تغيير جدري في مسارات العمل الحكومي والخاص مثل هذا البرامج مهم جدا لتطوير القيادات المستقبلية لسلطنة عمان أعتقد الأكاديمية قايمة بدور كبير بالتطوير واختيار الكفاءات العمانية وتطويرها أعتقد هذا بيخلق سلسلة من القيادات وتتمكن من نقلة أو خلق نقلة اقتصادية مهمة جدا للسلطنة في المستقبل البرامج هذه بدأت في 2016 واستمرت من اهترى السنوات والآن مرة أخرى بدأت في اختيار الكفاءات العمانية وتطويرها بهدف تجهيز قيادات مستقبلية للسلطنة وهذا بيساهم بالكثير في تحقيق رؤية عمان 2040 بإذن الله يركز هذا البرنامج حقيقة على خلق جيل واعي من الشباب العمانيين الذين حقيقة يتبوأوا مناصب قيادية في القطاع الخاص ليأخذ بيدهم إن شاء الله ليعفاق أرحب ويقودوا سدة الاقتصاد في السلطنة من القطاع الخاص الشباب الذين سيشاركون في هذا البرنامج سيخضعون إلى مجموعة حقيقة من الموديولز أو مجموعة من البرامج الفرعية وستركز كل برنامج من هذه البرامج على جانب معين في خلق بيئة أو سمات قيادية لدى الشباب كي يقودوا القطاع الخاص في المستقبل بإذن الله سيتوجه المشاركون إلى خارج البلاد للاستفادة من التجارب الدولية الناجحة لتبالورا وتنفذ في سلطنة عمان كجزء من التطبيقات العملية للبرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين كما أن استشراف المستقبل في ظل الحراك الوطني سيكون المحرك الأكبر للبرنامج طبعا برنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين يعتبر فرصة لإعادة اكتشاف الذات ولتطوير المهارات في القانب الإداري والقيادي لذلك أنا أعتقد أنه يتوقع مننا نحن كمنتسبين لهذا البرنامج أن نساهم في تنمية الاقتصاد الوطني يشمل هذا البرنامج على خمس وحدات تدريبية ستتمتد من أكتوبر إلى مايو وعشرين وعشرين ستنفذ بإذن الله في سلطنة عمان وخارجها منها في مقر كليينت لندن للأعمال بالإضافة إلى زيارات ميدانية لدول مختلفة ومع تغير مسارات العمل الإنتاجي في القطاعين العام والخاص يضع البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين التوجهات التنموية تحت المجهر المنتظر من الرؤساء التنفيذيين أن يحدثوا تغييرا في المؤسسات الحكومية والخاصة برنامج يوجه الأنظار نحو مستقبل الاقتصاد مركزا على الذكاء الاصطناعي في مسارات الإنتاج من الأكاديمية السلطانية للإدارة فارس بن جمع الوهيبي مصط ترجمة نانسي قنقر